السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو في حلقة جديدة ومعاكو تامر كتير من الناس بتبحث عن تطبيق لتسجيل الصوت ولكن للأسف الشديد كل التطبيقات غير مرضية للجميع لأن التطبيقات اللي احنا كنا بنستخدمها كانت تطبيقات ضعيفة جدا وبتقدم مستوى متدني من تسجيل الصوت ولكن في حلقة النهاردة هنستعرض أفضل برنامج على الإطلاق لتسجيل الصوت وطبعا البرنامج اللي احنا شايفينه قدامنا هو برنامج FL Mobile Studio البرنامج ده اللي يعرفه هو برنامج يعتبر للناس اللي بيحبوا الموسيقى وبيحبوا أن هما يعزفوا ويكونوا أو يألفوا الموسيقى ولكن هو موجود داخله مسجل للصوت من أفضل المسجلات اللي ممكن تستخدمها على الموبايل بتاعك على الإطلاق فالجميل في البرنامج ده أن أنت وإنت بتسجل الصوت بتاعك أثناء التسجيل بتسمع صوتك بنفس التأثيرات الصوتية فطبعا دي حركة جميلة جدا يعني أنا بسجل الصوت بتاعي بتردد صوت أو بصدى الصوت فطبعا كل البرامج اللي كنا بنستخدمها قبل كده كانت لازم نسجل الصوت أول وبعد كده بيحوله لصدى الصوت ولكن في البرنامج ده بنقدر نسمع الصوت بتاعنا وإحنا بنتكلم live بنسمعه بتردد الصوت وفي نفس الوقت إحنا بنسمع الصوت بتاعنا بنفس التردد فخلونا نسمع جزئية أنا سجلتها على البرنامج ده على هيئة فيديو واللي عاوز يعرف أنا سجلت الفيديو إزاي ودمجت الصوت في الفيديو إن شاء الله يكتب لي في التعليقات وإحنا نعمل فيديو قادم عن الطريقة ولكن أنا هشرح إن شاء الله طريقة تسجيل الصوت بتردد أو صدى الصوت في برنامج FLMobile Studio فخلونا نسمع الجزئية اللي أنا سجلتها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صابقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم دلوقتي ندخل إلى الشرح مباشرة ونفتح البرنامج طبعا هنديله السماح سماح ونقول له موافق ونرجع نفتحه تاني وبعد كده هيظهر معنا الرسالة دي هنختار الكلمة العليمين وبعدين يجي من الجانب ونختار New وبعدين نختار Audio Recording طبعا عشان إحنا هنعمل تسجيل كل دية خيارات مش هنستخدمها دلوقت وهيظهر معنا بالوجهة اللي إحنا شايفينها قدامنا دي طبعا إحنا ممكن نضغط على الجانب هنا هيظهر معنا المؤشر البياني اللي بيورينا الصور وبعد كده هنضغط على السهم اللي في الجنب وبعد كده نضغط على علامة الزائد ونختار أول فلتر طبعا الفلاتر دي أنا جربتها وديت يعني أفضل الفلاتر اللي إنت ممكن تضفها هنضغط كمان على علامة الزائد وهنضيف الفلتر اللي بعد كده الرقم اتنين وبعد كده هنضيف الفلتر اللي هو اسمه Compressor دول يعتبر أفضل تلات فلاتر موجودين أنا استخدمتهم علشان تسجيل الصوت طبعا احنا لازم نتأكد نطلع فوق كده يعني احنا لو طلعنا لفوق كده من الجنب أيوة هنلاقي المايك شغال فوق فلازم نتأكد ان المايك بتاعنا يكون شغال علشان ده بيدل ان الصوت بتاعنا واصل للبرنامج من عن طريق المايك بتاع للسماعات الرأس طبعا انت عندك الفلاتر دي ممكن تعدل فيها وتزبط فيها زي ما انت عاوز بس انا ما نصحكش ان انت تغير في اي اعدادات من اللي موجودة في الفلاتر دي لان انت هتبقى سامع صوتك بجودة كويسة جدا تمام فاحنا ممكن دلوقتي نبتدي ان احنا نضغط على السهم ده عشان نشوف التقدم بتاع التسجيل ونضغط على العلامة دي وبعد كده هنروح للعلامة دي طبعا هي المؤشر اللي بيبان فيه الصوت وبعد كده هنضغط على record ونضغط على علامة play ونبتدي نتكلم ونقرأ القرآن او نقول انشيد او اي حاجة تنفعنا ان شاء الله في الدنيا وفي الاخرة وحيكون المؤشر الاحمر ده فاضل ماشي معانا للاخر طبعا احنا لما هنوقف هنضغط على play وبعد كده احنا عايزين نعمل استخراج للملف الصوت ده فكل اللي علينا دلوقت ان احنا هنروح للعلامة اللي موجودة فوق ونضغط عليها وبعد كده نختار save من هنا وبعد كده نختار جودة البثري او صيغة البثري بمعنى صح ونضغط save ونقول له اوكي طبعا هولوقت بيعمل rending ودلوقت بيعمل تحويل وبنقول له اوكي احنا دلوقت جينا للمرحلة النهائية وهي وجود الملف ده احنا عاوزين نشوف الملف ده موجود فين فالملف ده طبعا مش موجود في الموسيقى ولكن هيبقى موجود في ملفاتي داخلية وحتنزل اسفل كده لغاية ما تلاقي الفولدر اللي اسمه flm user files هتفتحه وحتنزل تحت خالص على حاجة اسمها my track ده الملف الصوتي بتاعنا اللي احنا استخرجناه دلوقتي بالمؤسرات الصوتية اللي احنا ضفناها من الفلاتر هناخد كده الملف ده وبعد كده نقول له نسخ وبعدين نروح للصفحة الرئيسية ونحطه في اي مجلد تمام ممكن نقول له انشاء مجلد جديد ونقول مثلا تسجيلات ونقول له انشاء ونفتح ونعمل له نسخ هنا طبعا في الحالة دي حيبان معاك في مشغل الموسيقى بتاعك لو فتحت كده ورحت على المجلدات حتلاقي في قائمة التسجيلات وتشغله عادي بكل سهولة وبكده احنا شرحنا البرنامج وكيفية استخدامه حبيت انوه ان البرنامج ده برنامج مدفوع تقدر تشتريه من متجر جوجل بيلي وهو برنامج يستحق الشراء مع العلم ان البرنامج موجود في مواقع كتير جدا بشكل مجاني ولكن انا انصحك ان انت تشتري البرنامج ده من متجر سوق بيلي علشان يجيلك تحديثات ويبقى متوفق مع جهازك بنسبة كبيرة جدا وما يظهرش عليه اي اخطاء ولو حبيت انك تشتري من متجر بيلي حاسب لك اللينك اسفل الفيديو واتمنى الشرح يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس سلام